السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن vowel letters الأحرف الصوتية أو الأحرف المتحركة في اللغة الإنجليزية كما نعلم في اللغة الإنجليزية لدينا 26 letters إنها 26 حرف تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى نسميها vowel letters المجموعة الثانية consonant letters الأحرف الصوتية باللغة الإنجليزية هي خمس حروف إذن 5 vowel letters باقي 21 حرف نسميها أحرف ساكنة لكن هذه الحروف مهمة جداً معرفتها في اللغة الإنجليزية لأنها هي محركات وأساس الأصوات في اللغة الإنجليزية أي كلمة في اللغة الإنجليزية على الأقل بيكون عندنا حرف واحد من هذه الخمس حروف موجودة داخل الكلمة هذه الحروف حرف A طبعاً يكون capital أو small يعني حرف كبير أو صغير إذن حرف A إذن خمس حروف كل كلمة اللغة الإنجليزية تحتوي على هذه الكلمات كما قلنا هي محرك الأصوات في اللغة الإنجليزية في الكلمات عندما أقرأ الكلمة تكون هذه الحروف أساسية في النطق النطق الصحيح للكلمات إذن A I O U E وكل شخص يسأل كيف أحفظهم يجد صعوبة أنه يتذكر هذه الأحرف مباشرة الـ O يمثل face إذن الوجه إذن face حرف الـ O A بيمثل eye العين eye بيمثل لدينا nose الأنف U mouth الفم لدينا E بيمثل ear أو ears الأذان بشرة تذكر من خلال الوجه عندنا حرف الـ O A I U E O A I U E بشكل سهل بشرة تحفظها يعني الشخص يسألك أو بشرة تتذكر عن طريق وجهك أنت أو الوجه المقابلك إذن O A I U E إذن خمس حروف أيضا يعتبرون حرف الـ Y نصف صوتي أو شبه صوتي إذن حرف الـ Y ممكن مثله بهذا الشكل إذن neck إذن العنق الـ Y يعتبرونه حرف صوتي أو شبه صوتي لكن هي الأساسية الخمس حروف هذه أيضا تمثل الخمس حروف هذه الحركات يعني عندنا باللغة العربية مثلا نقول ذهبا أذهبوا لاحظ الحركات هذه إلى المدرسة لاحظ الكسرة إذن حركات هي التي تساعدنا على اللفظ بشكل صحيح والقراءة بشكل صحيح باللغة العربية أيضا باللغة الإنجليزية الأحرف الصوتية هي منثابة الفتحة الكسرة الضمة بيكون عندنا حرف الـ A هو الفتحة حرف الـ I هو منثابة الكسرة والـ O والـ U منثابة الضمة إذن بشكل تقريبي إذن هذه الأحرف تقابل الحركات في اللغة العربية كما قلنا كل كلمة فيها على أقل بيكون حرف وحيد اللحظ كلمة نوز فيها حرفين O E أيضا E لحظ E A Face عندنا A E Neck أيضا E I اللحظ حرفين والـ Y شبه كما قلنا صوتي عندنا mouth O U إذا كلمة Vowel لاحظ O E كلمة ثلاثة لاحظ حرف E إذن كل كلمة على أقل بيكون بها أو يوجد فيها حرف صوتي وحيد أيضا الحروف هذه الصوتية A I O U E إذن خمس حروف كما قلنا بيكون صوت طويل Lung Vowel يعني حرف صوتي طويل أو يكون عندنا short حرف قصير كيف يعني عندنا لحظ kick لحظ A kick cat kick A لحظ A kick cat keep لحظ E keep bed A لحظ قصير لنقل beat keep bed A لحظ A صغير الصوت هذا أو قصير bike لحظ I sit home top cute sun لحظ cute U طويل A sun إذن هناك فرق أيضا بين اسم الحرف هذا اسمه A لكن صوته ممكن يكون عندنا A أو يكون A عندنا I بيكون اسمه I لكن صوته I أو يكون E كسرة أيضا O اسمه يكون عندنا home O عندنا top O لاحظ قصير أيضا عندنا U صوته كمان أعلم اسمه U صوته يكون U أو يكون A أيضا E بيكون E keep لا E أو يكون صوت قصير A bed cake كعكة cat قطة keep يحفظ bed سرير bike دراجة هوائية sit يجلس home منزل top أعلى أو أفضل شيء أفضل cute جميل sun شمس أيضا لاحظ يكون عندنا إذا كان حرف صوته وحيد أو يكون حرفين يتغير الصوت عندنا E A مثل عندنا head لا نقول head head رأس dead ميت الفضنا E A head dead بل هذه الكلمات read read meet إذا الفضنا E لحظ بالحال الأول لفضنا A الحال الثاني E read يقرأ meet لحم head dead read meet اللحظ اللي تحكم بالصوت هو حرفين صوتيان هما A والA أيضا عندنا O والU وعندنا O W لحظ sound لحظ أو لاحظ اسمه O واسمه U لكن مع بعض أو sound صوت round round إذن مدور how how كيف إذن O W cow cow بقرة أيضا إذن حرف الصوتي يتحكم بالأصوات P لاحظ عندنا A Y أيضا Y كما قلنا نصف صوت أيضا عندنا C يقول P يدفع يدفع مال C يقول wait لاحظ A I ينتظر rain مطر إذن الأحرف الصوتية من المهم معرفتها أنها تحكم بالأصوات عند القراءة وإيضا عندما أكتب أسمع كلمة أعرف أكتبها بشكل صحيح أيضا أعرف أهجي الكلمات مثلا عندنا meet M E A T إذن هذه أسماءها عند تهجيعة الحرف مثلا Can you spell the word هل ممكنك أن تهجئ الكلمة مثلا كلمة أو كلمة door D O O R أو D Double O R إذن هذه أسماء للحرف لكن عندنا أصوات الحرف عندما نقراها يكون عندنا صوت الحرف إذن head ممكن شخص يحفظ هذه الكلمات head dead read meet sound round how cow pay say wait rain أيضا يفيد معرفة الحرف الصوتية A I O U E عندنا الكلمة the أو التعريف the باللغة الإنجليزية هي L باللغة العربية the هي L إذا جاء بعدها حرف صوتي ننفضها بالكسر إذا جاء حرف غير صوتي يعني غير الخمس حروف هذه إذن إذا جاء بعدها أحد الحروف هذه ننفضها they معد ذلك ننفضها ذ بالفتاة مثلا the apple لا نقول the apple the apple the egg the door the car نلاحظ بعدها جاء حرف D وعدنا حرف C غير صوتي بينما عدنا A والE من الحرف الصوتية إذن قبل هذا ننفضها باشرة the apple the egg أيضا نعرف أدواء التنكير A والآن إذا بمعنى one يعني واحد وأيضا نكرة مثلا نقول a car سيارة the car السيارة إذن the هي ال ال A والآن نفس الاستخدام نكرة ومعنى واحد لكن آن نستخدمها قبل الكلمات التي تبدأ بحرف صوتي إذن نلاحظ خمس حروف صوتية نقول an orange an umbrella an egg an apple an insect إذن الكلمة تبدأ بحرف صوتي نستخدم قبلها an مثلا I have an apple لدي تفاحة استخدمنا an قبل الكلمة التي تبدأ بحرف صوتي إذن an بينما أقول I have a car لدي سيارة استخدمنا a لماذا الكلمة تبدأ بحرف ساكن وليس صوتية بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن vowel letters الحرف الصوتية وكيف استخدمها باللغة الإنجليزية من المهم معرفة هذه الحرف الصوتية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو تنسى اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته